حدود الـ 13 ألف مولدة موجودة فقط في بغداد بعد تخرج الشاب الثلاثيني مصطفى محيددين من جامعة نيوكاسل البريطانية جلب معه بحثه في الماجستير والذي خصص لدراسة الطاقة النظيفة وقاده إلى صنع ألواح شمسية صديقة للبيئة يعمل على أن تكون بديلاً كاملاً عن الوقود الحفوري في توليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الهايدروجين والذي سيساهم أيضاً في أن يكون بديلاً للنفط والغاز لعمل الطاقة هذا النظام أنه الهدف من عنده هو توليد الطاقة بالتالي أنه ممكن للمواطن العراقي بدل ما يذب فلوسه على المولدة يقدر يذبها مباشرة على البي في سيستم يشتري بكابيتال كوست أو حالي أن يكون مبادرة البنك المركزي تطيع فلوس يشتري المنظوم ويسدد إليها بالأقصاد بالتالي يقدر يلغي المولدات الموجودة بالشوارع 100% بعض نجاح تجربة مصطفى البدائية في عمل الألواح الشمسية يستطيع أن يؤسس فريقاً بإشرافه وينقل تجربته إلى شركة نفط الوسط حيث بدأ العمل بها لتكون أولى التجارب التي ستقلل من ضغط التيار الكهربائية بعدما تنتقل إلى مؤسسات مختلفة اقتصادياً قلت لك أنه إحنا هنقدر نغي سالفة المولدات 100% أما بالنسبة للمشاريع الكبيرة ممكن أنه نستغني عن استخدام الغاز خاصة أنه إحنا عدنا 3300 ساعة يعني ضوئية بالتالي أنه مشاريع عملاقب في وسط صحراء ويؤكد مصطفى أن الطاقة الشمسية يمكن لها أن تحقق النجاح وخاصة في العراق البلد الذي تصطع فيه الشمس اللاهبة آملاً أن يقضي اختراعه على ملوثات البيئة والاستغناء عن الغاز الإيراني الذي يكلف البلد مبالغ طائلة لتوليد الكهرباء مهدي غريب واني نيوز بغداد